المال أو الهدم لقيم وضع المباني لكن عضاء اللجان حولوا عملهم لتجارة مربحة حيث يقومون بابتزاز المدنيين ماليا بحجة نجاة المباني التي يسكنون فيها من قرارات الهدم التي يحددونها حسب رغباتهم وأشرت المصادر أن اللجان التابعة للنظام تهدد أصحاب الأبنية التي دمرت جزئيا بفعل قصف ميليشيا أسد أو طيران الاحتلال الروسي بالطرد منها ما يجعل أهالي البناء مضطرين لجمع الأموال بمبلغ عشرة آلاف ليرة لكل منزل مقابل البقاء فيما يتم إعطاء مهلة للدفع للعائلات الفقيرة أو يتم الاستيلاء على منازلهم بحجة تأثيرها السلبي على باقي منازل المبنى